اهلا بكم وحلقة جديدة من الرواقي وعودة للحلقات واتمنى ان هي تكون فترة معدة والانقطاع الكبير ده ما يكونش دائم للأسف الفترة اللي فاتت غمناها فترة طويلة لكن اخر حلقة عملتها كانت أم ميمي بلا الفضل في النص كده نزلت المداخلة بتاعتي مع قناة الغد على موضوع بتاع الترايب على اليوتيوب بس ده يعني هم اللي عاملين ومش انا يعني طبعا لازم اعتذر عن الفترة اللي فاتت دي يعني كانت فترة كده من عدم الاستقرار وكان فيها مذاكرة وامتحانات الحمد لله خلصنا اامتحانات ما خلصتش بس يعني خلصنا فترة معينة وان شاء الله نرجع تاني فكان لازم نطلع لان اللغيبة المرة دي طويلت جدا فكان لازم نعتذر وحابب كمان اعتذر للناس اللي مستنية نتيجة مبادرة الروائي الشباب الستاشر اللي كانوا ضمن القايمة الطويلة اللي هنختار منهم خمس او ست روايات بنشرحهم بقوة للقراءة في اول سنة لمبادرة الروائي لدعم روايات الشباب يمكن انا بدأت فيهم من بعد المعرض على طول لكن يعني كزا زرف كده منعني ان انا خلصهم كلهم فخلصت شوية بعد المعرض خلصت شوية يعني وقبت شوية وخلصت تاني ورجعت خلال الايام اللي فاتت دي احاول لان اخلصهم يعني فاضل عدد قليل ان شاء الله ماكنتش حابب الفترة اللي فاتت او الفترة اللي انا كنت مضغوط فيها ان انا خلصهم علشان يعني حالتي الزهنية ما تقصرش على تقييمي للرواية فكنت حاببة ان انا ادي كل رواية حقها مافيش حاجة تقصر على تقييمي اقرى كده بمزاج واستمتهم بالرواية واللي كان بينه الشباب والحد دلوقتي والله في اعمال حلوة جدا والا باستغرب ازاي محدشie اللي هتضع عليها كونة دول الفترة اللي فاتت دي ااقلام فعلا تستحقه هتشوفه بنفسكه واحنا بنعلن نتايج إمتى النتايج ان شاء الله اخلى الشهر ده ده أو منتصف الشهر على يوم King Son fan أتمنى WAV ولو بعد كده ان شاء الله مش هنتجاوز شهر نوفمبر إلا وإحنا عملين ومعلنين النتيجة النهائية بإذن الله إيه جدواننا خلال الفترة اللي جاية والله يعني المشكلة إن في حلقات كتير جاهزة سواء روايات عربية أو أجنبية أو حتى أفكار حلقات متنوعة يعني أنا برضو طول الفترة دي كنت بقرأ بخلاف الروايات اللي هي من المبادرة كنت بقرأ روايات جايبها من المعرض وفي حتى روايات جات بعد المعرض فكنت بقرأ دايما ففي حلقات جاهزة والله فإن شاء الله سريعا هتلاقوا في حلقات بتنزل تباعا يمكن مرة أو مرتين في الأسبوع علشان نعوض الفترة اللي فاتت لأن خلاص حتى معرض القاهرة للكتاب تم الإعلان أنه هو في يناير فعلشان نلحق نخلص الحاجات اللي احنا جايبينها من معرض شهر ستة علشان نستعد الشهر يناير وماشاء الله الحاجات كتير جدا يمكن كمان المرة دي الأجنبي أكتر من العرب اللي أنا عايز أقرأه يمكن العرب اللي أنا عايز أقرأه محدد شوية عارف أنا عايز أقرأه إيه وفي حاجات معينة عايز أقرأها الأجنبي في كتير في كتير وفيه تجارب كتيرة ودول جديدة علي عايز أروح وأراها وأنا متأكد أن أنا أطلع منها بحاجات حلوة إيه اللي جالي الفترة اللي فاتت من بعد المعرض لحد دلوقتي والله فيه كتب جميلة جدا أتشرفت أن أنا استلمتهم من دور النشر فممكن أفرقكم عليهم سريعا كده أنهم فعلا كتب جميلة جدا وأتمنى أن أنا أعرض منهم حاجات قريبا جدا من دار المحروصة السكتب تقيلة شوية فيه أدب أمريكي معاصر محقق بغداد بالدور في فترة الغزو الأمريكي للعراق فيه أدب مقدوني معاصر أخت فرويد وفيه أدب أسترالي معاصر الحديقة المنسية المفروض بص أورها لكم كده مش كده ده حجمها كبير جدا والله أنا بحب الأحجام دي يعني تبقى تجربة حلوة جدا أنت بتقضي وقت مع رواية واحدة وأحداث واحدة خصوصا لو كتير أجمعهم هي حلوة فأتمنى أن أنا يجيلي الوقت وأبدأ فيها وننضيبها قريب فيه من دار نهضة مصر الرواية الجديدة الرواية الجديدة لدكتورة ريم باسيوني سولاسية أخرى القطائع لإبن طولون روايتها الجديدة من بعد النجاح الكبير جدا لسلسية أولاد الناس رواية أولاد الناس سلسية المماليك وإن شاء الله هبدأ فيها قريبا جدا وفيه كتاب جميل جدا جدا يعني أنا ما كنتش هتوقع أنه هو فيه هذا الكم من المجهود البحسي اسمه مقهى ريش عين على مصر لميسون سقر كتاب جميل جدا وشيق حول مقهى ريش ومش مقهى ريش بس وسط البلد والأمارات بتاعت وسط البلد والشوارع ومين اللي رسم الشوارع ومين اللي صمم الأمارات والمقاهي وكمان فيه صور وسائقية جميلة جدا فكتاب تاريخي عن القاهرة وعن وسط البلد أتمنى أن أخلصه وابدأ فيه قرير بإذن الله فيه من دار هاشت أنتوان اللبنانية ونوفل أربع روايات الأولى هي 2003 عبدالله مكسور بتدور أحداثها في العراق أيام الغزو الأمريكي ورواية ياسمينة خضرة الجديدة خليل ولمحمد سعيد أحجيد إدمون عمران المالح وأخيرا لزينب مرعي منزل عائم فوق النهر دي الروايات هاشت أنتوان من الدار المصرية اللبنانية رواية جديدة اللي تمر شيخون شفارات القيامة واللي بتدور أحداثها في المستقبل يمكن الحديث على المستقبل دلوقتي زاد بعد المؤتمر بتاع الفيسبوك ومارك والميتا فيرس اللي هو أعلن عليها ناس مستغربة شوية لكن يعني اللي بيقرأ أدب واللي بيعرف في الحاجات اللي بتتنبأ بالمستقبل هيعرف أن الأدب تجاوز الخيال بكتير فيمكن الناس اللي بتقرأ مش مستغربين قوي وهبدأ فيها قريب بإذن الله وآخر دار هي دار جديدة سنونو يعني ما بين الإمارات وإنجلترا هي دار كانت متخصصة في الأطفال وبدأت تكتب للنشق وبدأت كمان تكتب لليافعين وللكبار مؤخرا أول رواية للنشق هي 25 الرقم 25 وثلاث روايات أو ثلاث قصص قصيرة يعني للأطفال أسود وأبيض وحيلة وشوكة وريشة وتاك يعني كل قصة من دول بيصدروا بإصدارين عربي وإنجليزي وأخيرا لفداء شتية دي سيرة روائية للعزلة دي رواية للكبار يعني عن نفس دار النشر اتحجزت في فوندو في إنجلترا أيام الكورونا في 2020 وكتبت يومياتها بشكل روائي وأعتقد أن هي فكرة حلوة وأتمنى أن أنا أقراها وأقدمها قريب بس علشان ما نطولش عليكم أكتر من كده وندي فرصة للحلقات إن شاء الله إن شاء الله الحلقات اللي هتنزل قريب جدا فدي كانت الفترة اللي فاتت وأتمنى أن أنتوا تقبلوا أعتذاري وأتمنى أن الفترة الإنقطاع دي ما تدومش وما تتكررش بالفترة الكبيرة دي تاني يمكن بس يعني الدنيا ما بقيتش سهلة زي الأول مع المسئوليات والشغل والدراسة وزي ما قلت لكم كونوا دايما بخير وأشوفكم قريب جدا سلام ترجمة نانسي قنقر